انا نفسي افهم ايه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي المنطير ما تدي له اللي هو عاوز وخلصني يا رامي وهو مش معقول اقول للرجل رايحلك معايا مفاجأة واروح له ايد ورا وايده قدامي طيب ابقى طمني وانا ساعة بكون عندك باي مو كمان انت اللي زعلانا والله مش فهمة من اللي لازم يزعل من تاني انا ولا انتي مين اللي بيخبط عالصبح اتعرف ايه اهو اهو احضر مش انت بيافين يا استبالك هانب ايوانتي احي ما احي ايه الليне بتقولوا ده مش انا لي بقول يا ايوانت اهاوانا مش انا لي بقول يا عمك ده الخبير هو Crush الخبير اللي المحكمة حورت له الأوراق هو اللي قال قال عقد البيع مزور والقمضة دي مش قنبت قدوكي ما أنا قلتلك قلتلك راجع نفسك قبل ما تقريل الخبير ياطلع ركبت دماغك وقلت يا أدبك وطولت إنساني روح يسألوا أسألوا فين يا أختي روح روح أبرى سألوا ها؟ ها؟ أديني تأكلت من اللي كنت يشاكك فيه من غير مسأله مقبل عقل كرا يا أمو الزكاو أبوكي يكتبلك أنت بالذات كل حالة واختك لا ها؟ يكتبلك ليه واختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت أعزت تكلي حقاها ها مو دل اسمه تذوير وكزب لا دل اسمه طامع لا يرحم همك ما انتوارسل طامع من همك وكانت طلعها اللي طابحها مش كيرا برضو ولا هي تحب أقرالك ولا تقرال انتي خلصت كلامك هيا خلصت كلامي تب تفضل اتلع برا يا بتذوير تطرديني تطرديني يا برا تطرديني يا عمك يا دي تربية عمك بتاعت الاتيكيت هو دا اللي تعلمتي في أمريكا يا حلوة ها؟ مع السلامة برا طالع طالع يا حربتي ماشي بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيتلك هنا مرتين يعني بدل مرة انين انين ونصحتك بدل النصيحة عشرة ودتك فرصة بدل فرصة عشرة انها مفيش فايد انا شفت دماغك على الاخرة استحملي بقى يا حيلوة اللي حيجرالك استعملي اللي حيحصل لك استحمليك مع السلامة ماشي ماشي نزايرك 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 ورحمت ابوك الغالي لسجينك يا ملك عارف يعني ايه حسجينك حسجينك ومش حاوز حد بقى يقولي ويعتمني ازاي ترمي من تخوك في السم حسجينك انا حلفت ورحمت ابوك الغالي زي ما دوقتي لي حسجينك يا ملك اش اشوف مشك في السم مع السلامة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أنت مستعجل على إيه؟ لأنني أبقى تطير وبعدين أنا من حقق أعرف أنت عايزيني في إيه؟ أنت لماذا مش راضي تقولي؟ قلت لحضرتك معي عمر ضبط وإحضار وهو دل أنا مش فهماه ضبط وإحضار لي أنا؟ إزاي يعني؟ أكيد طبعاً فيه مستعرفة عمر ضبط والإحضار باسم راشا محبوب مسيادتك راشا محبوب ثانيا، ثانيا، ترفون بيريلي ألو، مين معي؟ ألو، أيوة يا أمية ما دمراش حضرتك بتكلمي من البيت ولا أنا بتهيق لي؟ ناديم فين؟ موبايله مقفول وما بيروتش على الدائريكت بتاعه وصليني بيه حالاً لأ، أصلا أنا لسه وصل للمكتب فمش عارف إذا كان موجود ولا لأ لو مش موجود تحب يبلغوا حاجة؟ إنت هتحوري؟ بقولك لقيهولي حالاً وخليه تكلمني على طوف طيب، ممكن ديها بس أتأكد إذا كان موجود ولا لأ؟ ديها أيوة؟ مستر ناديم مادام راشا على التليفون مش عايز أكلم حد يا أميرة وولي لها أن أنا سفرت المزرعة والتليفون يفصل أوكي أميرة، استني وولي لها أن أنا في ميتنج وأن أنا هارجع البيت عوجدها ولي لها كمان أنك حاجزت لنا على العاشة برنا وهي ولما تقفلي معها عايزت تعملي فعلاً كده احجزت لنا مكان فاري رومانتك كاندل لايت دينار ياه أوكي مرسي أظنك فعل حد كده؟ ويلا بينا بقى أنت عملت كده ليه؟ ده نجد انهول يعني خلاص كنت هتحولني بيه مادام راشا من فضلك يلا طب أنا بنتي في المدرسة وأنا مش فاتح حشقونكت معي يا مادام وأظن في شغالة هنا برضو ولا أنا غلطان تفضلي سياتك معي انت خدت ده ليه؟ محتاجوا معي هو فيه ايه بالزبط؟ مش عارف والله تفضلي أمال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا أستاذ جلالي؟ ما تفهمني مين اللي يعرف؟ وإزاي ده حصل؟ إزاي البيه الخبير يقول في تقريره واني مزورة قمدة أبوية؟ هو أنت مش كنت حاضر معانا كل حاجة؟ طب بس استهدي بالله كده وكل حاجة هتتحل إن شاء الله تتحل؟ تتحل بأمرت إيه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمة ولا عمي؟ على فكرة أنا دلوقتي بس فهمت إنت ليه ما كنتش عايز محاكم من الأول وكنت عايز تديله إرشان من فضاها سيرة طب لما أنت مش قد الأضايا دي ما تكون صريح معايا من الأول بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك أنا مراعي الحالة اللي أنت فيها علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين نبقى نتكلم على رواق نتكلم؟ نتكلم في إيه؟ حضرتك يا أستاذ جلال مش واخد بالك إنه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث ومش واخد بالك كمان إن أنا ممكن أتحبس بتهمة التزوير يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل ومراجعة عقد البيع من أول وجديد وافرد إن المحكمة وافقتش هم؟ هتعمل إيه ساعتها؟ يا مدام ملك إحنا لسه في أول درجة آه حليني يعني قاعد أنا كده مش عارفة راسي من رجلي ولا عارفة أتحكم في حاجة سنتين ثلاثة قدامي موت يا حمار حمار؟ لحظة إن كلامك جارح وموما إحنا إن شاء الله هنخلص قبل كده بكتير موت 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 مرمتش من مبارة طيب أنا هسابكو بقى الشغلوكو وهبقى طمينك لما أخلص مذكرة الطعم ماشي سلام عليكم عليكم السلام أنا ملاحظ إن الجدع ده كل مرة بيجي بيعاكن عليكي أنا شايف إن أنت يتغيري وتجيبي أي حد غيره ولا يشكل عامل كده وقرأي مين بقى الجدع الليسي ده اللي بيجي بيسأل عليكي ده واحد كده حشل نفسه في كل حاجة وأنا بنا بفضله كلفنا كتير معلش بسه يجيب لنا أكتر أنا هروح له موسيقى